هذه واحدة من ثلاث محطات رئيسية في غزة لتحلية مياه البحر تعرضت لتوقف منذ يومين بسبب منع سلطات الاحتلال لدخول مادة الانتي سكالنت اللازمة لإذابة التكلسات في أنبيب محطات التحلية وقد ضاعف من هذه الأزمة انقطاع التيار الكهربائي الذي تسبب باتراجع القدرة الانتاجية للمحطة إلى النصف بمعدل خمسة آلاف كوب يوميا من أصل عشرة آلاف الأمر الذي أجبر بلدية غزة لتشغيل أبار المياه شديدة الملوحة التي أغلقت سابقاً لتأمين توفير المياه لمنازل المواطنين وإذا استمر عدم إدخال هذه المادة سيتم توقف المحطات الأخرى خلال اليوم سيتم توقف محطات اللي هي محطة الوسطى والجنوب ولا تقتصر خطورة الأمر على قطاع المياه والصرف الصحي في غزة فاستمرار تشديد قيود الحصار الإسرائيلي على معبر كرم أبو سالم وتراجع دخول شاحنات البضائع من أربعمائة شاحنة يومياً قبل العدوان الإسرائيلي الأخير إلى نحو ثمانين شاحنة فقط أضر بقطاعات التجارة والصناعة والزراعة وسير عملية الإعمار الأمر الذي جاء محل إدانة وتحذير من قبل مؤسسات حقوق الإنسان السلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول أن تعاقب غزة عقاباً مضاعفاً وأنا أعتقد أنها تدفع الأمور إلى الانفجار مجدداً لأنه لا يمكن لقطاع غزة للناس هنا أن يعيشون حياك الموت أن يموتون ببطء وبالتالي هذا سيدفع إلى تجدد الصراع بشكل عنيف مرة أخرى تحذيرات حقوقية تطابغت مع موقف حركة حماس التي رأت في السلوك الإسرائيلي الحالي في التعامل مع القضايا الإنسانية في غزة صاعق تفجير قد يقود لتصعيد ميداني محتمل في أي لحظة أبلغنا كل الوسطى أن استمار هذا الوضع لا يحتمل وأن المقاومة لا يمكن أن تصمت على سياسة الإعقابة الجمال التي ملسها لإحتلال عبر هذا الإغلاق وأن على أي طرف تثبيت الهدوء هو أن يضغط على الاحتلال لفتح هذه المعابر وإدخال مواد الإعمار لقطاع غزة هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ربط قضية إعادة الإعمار ورفع الحصار عن غزة بقضية تحرير جنوده الأسرى لدى حركة حماس فيما لم تشهد هذه القضية بعد أن يتقدم من ملحوظ في سياق مباحثات الوسطى رغم انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة قبل نحو شهرين إلا أن سلطات الاحتلال تمارس كلما من شأنه أن يضيق على حياة الفلسطينيين في القطاع ويستفزهم باتجاه ردود فعل عنيفة وهذا لوحده كاف لدفع جميع العطراف التي تتوسط لتثبيت وقف إطلاق النار لسرعة التحرك قبل فوات الأوان حازم البناء الغد غزة فلسطين موسيقى